ما هي أطول آية تحدثت عن النار وأطول آية تحدثت عن الجنة جميل كلاهما يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البداية ها الله إذا أحببت أن نرى يل لوحات يعيش معنا المشاهد يعني الحقائق اليقينية ويعد بنفسه والله جلسة كلها بركة وعلا ولدينا برنامج إحصاء القرآن الكريم موجود على الموقع يستطيع أن يتأكد من صدق هذه الأرقام بدلقاء هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى عين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم عمر النبي في القرآن هل ورد إشارات في القرآن الكريم إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاشه عليه أفضل الصلاة والسلام حقيقة سؤال يعني أعتبره مفاجأة إن وصلنا مع أستاذنا وضيف الحلقة إلى الإجابة على هذا السؤال دعونا بداية نرحب بدكتور عبد الدائم الكحيل مرحبا بكم في برنامجكم أنزله بعلمي وأنت معد البرنامج دكتور بارك الله فيك وقبل ما نبدأ طبعا بهذا السؤال يعني عندي سؤال خفيف كده كمعد لهذا البرنامج لماذا اخترت أنزله بعلمي؟ الحقيقة يعني هناك أسرار كثيرة في القرآن الكريم تجبرك أن تقول إن كل كلمة وكل حرف منضبط تماما مثل هذا الكون صدقت سبحان الله لو اختل حرف من حروف القرآن نقص أو زاد مشكلة وبالتالي أنت إذا تقرأ القرآن بطريقة التدبر الإعجازي يعني هناك قراءة تدبرية عادية عادية تفسيرية تشريعية لغوية أحكام لغة بيان إلى آخر نعم ولكن هناك قراءة إعجازية للقرآن سوف ترى في كل حرف معجزة وليس في كل آية في كل حرف سبحان الله من خلال عمر حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي ورد الحقيقة بطريقة يعني أنا صدقا حتى الآن أبهر أقول كيف جاء هذا التركيب البياني أولا والرقمي يعني المذهل لا بد أنه نزل بعلم وليس عشوائيا اخترت اسم البرنامج أنزله بعلم نعم وهو كلام الله تعالى لكن الله يشهد الله أكبر انظر عندما يشهد خالق الكون خالقك خالق الكون يشهد على أن هذا القرآن نزل بعلمه ثم يأتي من ينكر هذا الإعجاز اختيار موفق لهذا العنوان الجميل لبرنامجكم نريد أن نعرف يعني هل حقيقة نعم أنم صلى الله عليه وسلم مات على أصح الروايات والأقوال 63 سنة نعم ثابت يعني 63 عام هل ورد فعلا إشارات في القرآن لهذا العمر النبوي ليس مجرد إشارات بل حقائق يقينية كيف ولكن يعني ركز معي قليلا فضل دكتور القرآن الكريم يتميز ليس بمجرد الأرقام بل بالدلالات أيوة يعني أنا الذي لفت انتباهي مرة طرحت سؤال قادني إلى هذا الاكتشاف ما هي أطول آية تحدثت عن النار سبحان الله وأطول آية تحدثت عن الجنة جنين كلاهما يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البداية سبحان الله إذا أحببت أن نرى يلط لوحات يعيش معنا مشاهد يعني الحقائق اليقينية ويعد بنفسه والله جلسة كلها بركة ولدينا برنامج إحصاء القرآن الكريم موجود على الموقع يستطيع أن يتأكد من صدق هذه الأرقام بدقة جميل أطول آية تتحدث عن النار نجدها في سورة المدثر رقمها واحد ثلاثين أيوة كلماتها سبعة وستين كلمة لا توجد آية ذكر فيها النار بهذا العدد من الكلمات هذه أطول آية تتحدث عن النار جميل وسورة مدثر هي من أوائل السوار في مكة نزلت أيوة ترتيبها ثلاثة أو أربعة جدا وتحمل اسم النبي فهو المدثر صلى الله عليه وسلم يعني هو المدثر قم فأنذر صلى الله عليه وسلم نعم الآن سوف نرى اللوحة التالية عن أطول آية تتحدث عن الجنة سبحان الله سوف تتفاجأ أنها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عجيب تحمل اسم النبي محمد سبحان الله يعني هذا التوازن ملفت للانتباه نعم نعم أنا نفسي وله دلالة فيما بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم تجد فيها غالبا حديثا يؤكد أنه من آمن بمحمد عليه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة مثلا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم الآية رقم 6 إذن حديث يتعلق بماذا سورة محمد فيها حديث عن الجنة صحيح حديث عن من أطاع النبي دخل الجنة صحيح تمام تمام طيب الآن لننتقل إلى سورة المدثر معاك لن نجد هذا الحديث سوف نجد آيات مرعبة أطول آية طبعا هنا لنقول أطول آية تتحدث عن الجنة هي قبل أن ننتقل إلى الآية التي تتحدث عن نار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثاني انظر هذا الوصف لم يرد في القرآن إلا في هذه الآية هذا الوصف الطويل للجنة للجنة آية طويلة هناك آيات كثيرة صحيح ولكن أقصر من هذه والطول هنا له دلالة دعني أرى أنتقل إلى أطول آية تتحدث عن النار الآن لترى يعني شيء فعلا أنا والمشاهد يعني منفعلين معك بشكل عجيب هناك اكتشاف سوف نراه الآن بلغة الأرقام أطول آية تتحدث عن النار قلنا في سورة المدثر التي تحبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة أحد رؤساء قريش عندما قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر قال عليه الصلاة والسلام الصعود سأرهقه صعودا جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك أبدا إذن آيات مرعبة هنا طبعا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة انظر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إذن العدد يمكن أن يكون فتنة للكافر ولكنه زيادة في الإيمان للمؤمن وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إلا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب صحيح إذن هذه المعجزة معجزة العدد موجهة أيضا لغير المسلمين ليس فقط للمسلمين فهمت وقصد لغير المسلمين موجهة ليستيقن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أما المؤمن ماذا ويزداد الذين آمنوا إيمانا بس المقصودين عفوا الدكتور نعم عدد الملائكة نعم نعم هنا إشارة للعدد بشكل عام هو الآية خاصة عدد الملائكة أصحاب الملائكة أصحاب النار نعم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض هؤلاء الملحدون الذين يشككون في القرآن ماذا سيقولون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كذلك يضل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى إذن هو ليس عدد محدد أعداد لا يعلمها إلا الله وما هي إلا ذكرى للبشر هنا القرآن فتح أمامك آفاق تلميحات ليس عدد واحد إنما هناك أشياء فيها إعجاز عددية يعني سلسلة هائلة من الأعدد آه هذه مقدمة جميلة إذن أنت دكتور تريد أن تقول لنا والمشاهدين نعم أن من أوجه إعجازي هذا الكتاب العزيز أن فيه إعجاز غير اللغوي والبياني والابتصادي والاجتماعي والنفسي وهو مناسب لهذا العصر وإعجاز رقمي عصر التكنولوجيا الرقمية وعصر التكنولوجيا الأرقام سبحان الله هذا يجعلنا نقف أمام كتاب الله مجدوهين مؤمنين مصدقين نقول لغير المسلمين لا حل لكم ولا نجا إلا بالغوص في بحار هذا القرآن حتى تشهد قلوبكم وعقلكم أنه أنزل من لدن حكيم الحميد أنزله بعلمه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم صدق الله العظيم دكتور عبد الدائم يعني أتحفتنا في البرت الأول أو الجزء الأول بهذه المعلومة القيمة من أن القرآن الكريم يقدم لنا إعجازا حتى بلغة الأرقام يعني سابق للزمان والمكان وكل ما وصلنا إليه في العصر الحديث وكان سؤالنا في البداية هل هناك إشارات إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بعد هذه المقدمة الجميلة نعم قلنا في البداية إن كل رقم وكل حرف له دلالة في القرآن الكريم صحيح فأطول آية تتحدث عن الجنة وأطول آية تتحدث عن النار أين وردتا في سورتين تحملان اسم النبي صلى الله عليه وسلم نعم كأن الله يريد أن يقول لك من أطاع هذا النبي دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الله أكبر ربط عبير هذا ما سنصل إليه من خلال عمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماشي فضل دكتور إذن لدينا سورة المدثر ومحمد صلى الله عليه وسلم جميل الأولى الاسم غير المباشر للنبي عليه الصلاة والسلام المدثر صفة له والثانية اسم مباشر صلى الله عليه وسلم سورة المدثر معظمها آيات وعيد وتهديد نصليه سكر وما أبرك نعم سورة محمد لا الوضع مختلف فيها آيات عن الجنة وطاعة النبي والإيمان ولغة الحناني والرقة مع المؤمنين نعم صحيح إذن السورتين متعاكستين من حيث الدلالة اللغوية بين الجنة والنار طيب كم رقم سورة محمد وكم رقم سورة المدثر سوف تجد هذا التعاكس أن رقم سورة مدثر انظر معي 74 رقم سورة محمد 47 العكس نعم نعم إذن حتى على مستوى رقم السورة الله تعالى وضع كل سورة في رقم أو تحت ترتيب في المصحف نعم والمصحف توقفي كما يعلم المشاهدين نعم نعم أرقام القرآن 114 سورة جاءت سورة محمد عليه الصلاة والسلام رقمها 47 74 وانعكس الرقم المدثر 74 انعكس الرقم حتى لا يفهم بعض المشاهدين سورة متعاكسة انعكس الرقم نعم لانعكس لانعكاس بعض المعاني في السورتين جميل سورة تتحدث عن النار والسورة تتحدث عن الجنة جميل الآن دعني أنتقل معك إلى الحقيقة التالية أكثر من هذه لنرى نحن لن نصل إلى نتيجة نهائية الله أكبر هذه كلها مقدمة نعم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب نعم حقيقة يقينية لا جدل فيه نعم بينما عدد أبواب الجنة لم يذكر في القرآن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن كباحث علمي يجب أن أجد الرقم سبعة في السورة التي تتحدث عن النار وأجد الرقم ثمانية في السورة التي تتحدث عن الجنة ننتقل للوحة التالية دعنا نرى كيف هذا الشيء المذهل سورة المدثر تتحدث عن النار عدد حروفها 1015 حرفا يعني إذا قسمت 1015 على سبعة يعطيك عدد صحيح هو 145 صحيح إذن عدد حروف سورة المدثر التي تتحدث عن النار من مضاعفات عدد أبواب النار هذا العدد 2360 يساوي ثمانية مضروب ب295 يعني إذا قسمت عدد حروف سورة محمد يعني في شيء مذهل فعلا هذا الترابط الذي سنراه الآن بين عمر النبي ومن أطاع النبي وأبواب النار وأبواب الجنة هذا العدد مجموعه ماذا يعطي؟ إذا جمعنا العدد 162 زائد 104 زائد 71 زائد 26 زائد 10 زائد 68 يعطينا 441 63 مضروبا في سبعة عمر النبي مضروب في الرقم سبعة سبحان الله الآن السورة تتحدث عن النار انتبه الرقم سبعة واضح واضح لا يمكن الإنسان عاقل أن يقول إن هذا مصادفة نعم أنتقل معك إلى اللوحة التالية لنرى عدد حروف اسم محمد في سورة محمد ليس المدثر نفس القياس اللي قصت به سورة المدثر مئة بالمئة يعني اسم المدثر نعم هناك سورة مدثر هنا سورة محمد المشاهدين أكيد يمسكون هناك بالآلة الحاسبة والكالكوليتر نعم نعم مجموعة هذه الحروف يعني مجموعة حروف اسم محمد عليه الصلاة والسلام في سورة محمد يساوي خمسمائة وأربعة يساوي ثلاثة وستين مضروبا في ثمانية عدد أبواب الجنة وثلاثة وستين عمر النبي صلى الله عليه وسلم عدد أبواب النار ثمانية عدد أبواب الجنة جنة عدد أبواب الجنة نعم صحيح عدد أبواب النار سبعة سبعة نعم والسورة التي تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم وتحمل اسم محمد وتتحدث عن الجنة اسم محمد حروف هذا الاسم الكريم تكررت 63 مضروبا في 8 يعني وأطول آية عن الجنة في هذه الصورة هنا نحن ملخص بسيط أن عمر حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر بطريقة عجيبة جدا من خلال اسمه الكريم حروف اسمه تكرار هذه الحروف وهذه حقائق يقينية مادية لا يستطيع لا ملحد ولا مشكك أن ينكرها أبدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك دكتور علازي المعلومة القيمة وأثمن على كلام الدكتور عبد الدائم لمن شكك في إلهية هذا القرآن الكريم والدعى أنه من عنده محمد صلى الله عليه وسلم نقول لهم إن هذا القرآن نزل على رسول الله فيه عتاب للنبي في آيات كثيرة كان يعاتب فيها النبي فكيف يعاتب المرء نفسه في كلام قد ألف إنه كلام الله تبارك وتعالى هذا القرآن الكريم نزل فيه حادثة الإفق التي تكلم فيها المشركون عن عرض وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة وظل النبي شهر كامل ينتظر الوحي حتى نزل القرآن ونزل الوحي يبرئ ساحتها في صورة النور في عشر آيات هل لو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هذا الوقت الطويل إنه كلام الله الذي أوحاه وأوحي به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله العظيم نشكر الدكتور عبد الدائم كحيل على هذه المعلومات القيمة وفي مرزان حسناتكم وعلى أمن اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سدعكم الله الذي لا تضيع دائه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة